مرحبا بكم معي في قناتي الشيف ماليكا اليوم مرحبا بكم فيديو جديد وصفة جديدة وصفة تغمسوا بحجم عائلي بطريقة سهلة مكونات و بسيطة إذا عجبكم الفيديو متنسونيش من اللايكات والبرتاج فضلا وليس أمرا وحنا غدي ندوزو للطريقة والمقادير كي مشتو هنا عندي هاد البيسكويت لبودواغ وعندي ثلاثة ديال البيضات خرجتو من الثلاجات يكونوا باردين وغادي نفرق هادي ندير الصفر بوحدو والبيض بوحدو هاد الوصفة هادي النجحة تتنجح المياه بالمياه إلا تبعتو المراحل الكاملة حتى اللخر هنا من بعد ما فرقت البيض ها كادرت البيض بوحدو والصفر بوحدو ها نزيد واحد جوج معلقة كبار ديال سكوار ساني دا فوق الصفر ديال البيض إلا ما بغيتوش بزاف دل سكوار ديرو معلقة وحدا هنا مجاتش حلوة بزاف سكوار يبقى على حساب الدوق وغادي نزيد واحد جوج صاشيات ديال سكوار فانيليا وواحد معا البيض ديال البيض وواحد معا الصفر غادي نطلع على البيض ديال البيض على شكل موغانج كي ما اشتو هاكا هنا غادي ندخل هذا البيض ديال البيض لتلاجة بش ما يخسرش واندوز نطلع الكريمة الكريمة ديالي انا عندي ها تصاشية هادي غبرة تتكون حلوة ما غاديش ندير سكوار معاها وزيت واحد الكاز ديال الحليب بارد صافي وغادي نطلع الكريمة ديالي كي ما اشتو هنا يا طريقة سهلة ما اخذتش قعملني الوقت من بعد ما طلعت الكريمة غادي ندوز نخلط الصفر ديال البيض هو الاخر مع السقار وغادي نزيد الجبن هنا يا عندي جبن الماسكا خبون مئتين وخمسين جرام في كل علبة هي خمسمية جرام ليزيت ثم اديروا الجبن اللي بغيتو اللي عندكم صافي وغادي نخلط من بعد ما خلط الصفر ديالبيض مع الجبن غا نزيد عليهم نزيد عليه ذاك لبيض البيض والكريمة كريم الشانطية ديالي صافي وغادي نجمع العنصير مكوينة مكوينة كاملة كي ما اشتو هكا صافي من بعد ما خلط مزيان غادي تخلطو ملتحت الفوق غادي ندوز ندير المونتاج ديالي لالتغاميسو كي ما اشتو هنا عندي القهوة اللي طيبتا من قبل غادي ندير ذاك البيسكوي في القهوة ما تخليوش بزاف القهوة لانا تي تهرس ديرويب شوية ما يكون شفازك بزاف صافي وتقعدو هكا في اللومول ديالي لكم انا درت هذا كبير شوية هكا من بعد ما خلطت البيسكوي هنحط الكريمة من فوق البيسكوي ونقد صافي ومن بعد عود ثاني غادي نزيد طبقة اخرى ديالي بيسكويت قدوم زيان صافي طبقة تانية ديالي بيسكويت وغادي ندير الكريمة فوق البيسكوي صافي كي ما اشتو هنا يا صافي غادي نحط الكريمة اللي بقات من الفوق ونقد قدوم بقات من الفوق البيسكوي كي ما اشتو هكا غادي نغطيه وندخلو لتلاجة من الاحسن ما تديروش بابيا اليمينيوم كي ما درتانا ديرو داك الفيلم المهم ولا ما تغطي واشقاعي لما كانش شي حاجه في تلاجة تكون خاوية من الاحسن يناسي قليف الفدل البابيالي من يومنا صافي من بعد ما اخرجتو حتى اللغدة كي ما اشتو شاد دراسو غادي ندردر عليه داك الكاكاو صافي تقليف الفدل البابيالي من يومنا شاد دوم زيان هكا وصافي تحيدو ذاك ذاك شلي كي يكون زايد صافي تقليف الفدل البابيالي من يومنا وغادي نقطع ذاك باش نشارك معاكم كيف الجا صدقوني جلديد بزاف وماجاش حلو ذاك السكر اللي درت ما درتش بزاف يلا جوج معا لقم على الكريمة اللي كان فيها السكر سيتو ماجاش حلو بزاف وماجاش حالله عامر وهذا هو تغامي السوديالي نتمنى يعجبكم الفيديو ومتمنى تعجبكم الوصفة متنساونيش عفاكم اللايكات قد نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة